أماكن الكلمات المفتاحية على اليوتيوب لازم نقسم الكلمات المفتاحية لقسمين لو انت عايز تعرف أماكنهم على اليوتيوب القسم الأول هو ما قبل رفع الفيديو القسم الثاني ما بعد رفع الفيديو القسم الأول هنتكلم فيه النهاردة وقبل ما رفع الفيديو محتاجه عرفية محتاج تعرف انك لازم تحدد اسم الفيديو بتاعك قبل ما ترفعه علشان مش هتقدر تغيره برنامج المونتاج بتاع حضرتك لما بيجي يعمل لك رندر او يعمل لك استخراج للفيديو بتاعك بيخرجوا لك لاما حروف اجنبية لاما ارقام زي الارقام اللي قدام حضاك دي وطبعا مش هتقدر تعديل عليها بعد رفع الفيديو الحاجات دي لازم تتم قبل رفع الفيديو علشان كده حضاك محتاج تدخل على الفيديو بتاعك وتعمل لرينيم او اعادة تسمية وده ابدأ تسميه بالاسم الايه الكلمة المفتاحية اللي حضاك هتحددها لو كلمة المفتاحية طبخ فتحط طبخ لو كلمة مفتاحية تعليمية هتحدد تعليمية كلمة مفتاحية كلمات مفتاحية هتحدد كلمات مفتاحية هي كلمة مفتاحية بس احنا هنبدأ نزبطها مع الوقت او مع الحلقات الجاية علشان تفهم ازاي تقدر تزبط كل حاجة بالترتيب يبقى انا عايز اوضح لك ان مدى اهمية الاسم الملف قبل رفع الفيديو علشان تقدر تتصدر نتائج البحث اه في حاجات مكملة للفيديو بتاعك علشان تبدأ تتصدر نتائج البحث وأنا هاشرح لك كل حاجة بالتفصيل عن الحاجات دي وأول حاجة منها هو اسم الملف وعرفنا هنحل الموضوع ده ازاي قبل ما عمل تحميل الفيديو واعمل تحميل أروح مختار الاسم وروح اعمل عليه rename كده عدد تسمية rename كده عدد تسمية وهو وأبدأ اسميه بالاسم بتاع الفيديو ماشي طيب تاني حاجة وهي الكلمة المفتاحية الكلمة المفتاحية الخاصة بالصورة المصغرة الصورة المصغرة لها كلمة مفتاحية قبل ما ترفع صورة المصغرة وتغيرها وتغيرها على سواء من هنا أو من هنا بتدخل تعمل برضو ري نيم الاسم قبل ما ترفعه ايه هو هدفك في اليوتيوب وكمان الاسم بتاع الفيديو ايه هو هدفك في اليوتيوب وبتروح هنا وبتبدأ تعمل تغيير ليه الصورة المصغرة ايه التغيير والصورة المصغرة هيبقى ايه هو هدفك من اليوتيوب بنفس الشكل اللي قدام حدق بك وتعمل حفظ يبقى انا عملت الصورة المصغرة اسمها قبل الرفع بنفس الكلمة المفتاحية بتاعت اسم الملف قبل الرفع وبكده انا اقدر تحجز الكلمة المفتاحية عند اليوتيوب بالشكل ده وابدأ انفذ الحاجات اللي حقولها لك بعد كده علشان تبقى واصل معاك 93% 95% 100% ما تنزلش عن الحاجات دي حاجات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها مع الاهتمام بجودة الفيديو وكمان انك تدخل في بدايتك للفيديو وتتكلم على طول عن الكلمات المفتاحية اللي انت بتكلم فيها يعني لو جيت لقيتنين هتلاقينا اكلمتك على الاهداف والاحباط في الفيديو من غير ما ابدأ اشتركوا في القناة والحاجات دي عايز تقول الشركة في القناة اقولها في الاخر بحقول لك كمان حاجة مهمة اوعى تعتمد على المتوحد فكرة انه ما بيقولش اشترك في القناة لا اقولها انت اقولها ماكش دعوة بيا انت اطلبها من الناس انا بحس ان المشترك اللي بيجي يدخل اشترك في القناة بيكون ميت على القناة وبيحبك يعني اي فيديو حينزل يتفرج عليه من غير ما تطلبها منه احيانا بتطلب منه ان هو يشترك فبيشترك عشان هو يستفد منك في الفيديو ده الفيديو جاه هو اصلا مش عارفك انت ميت فعشان كده انا دايما بحب بالنسبة لي قناة تانا المشترك المتفاعل مش الميت الميت على القناة يعني بيموت في القناة لكن الميت خالص ده واحد يعني مش موجود مشترك رقم علشان كده دايما بندور على المشتركين اللي بيكونوا مهتمين بالمحتوى علشان يكون فيه ارباح نتيجة قدام بالتوفيق جدا لجميع وكده عارفنا الكلمات المفتاحية قبل رفع الفيديو مهمة جدا علشان تاخد بالك منها الفيديو ده حيكون اسمه اماكن الكلمات المفتاحية قبل رفع الفيديو وان شاء الله هنتصدق بكلمتين دول اسم او نتيجة البحث فيهم شكرا جدا لجميع